حتى وليد سليمان وسبقية تصرحات مهمة جداً لحسام عشور لكن محتاجين نعرف الجديد النهاردة من تدريبات فريق النادي الاهل في معسقر كرواتيا المعسقر الأوروبي نروح لمراسلنا هناك في كرواتيا أمير هشام مراسل قناة النادي الاهل أمير أولاً برحب بيك وطميني إيه الجديد عندك النهاردة في تدريبات فريق النادي الاهل وبيستعد خلاص للمرحلة القادمة ومباريات البطولة الأفريقية تحياتي لك يا محمد وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعة قناة الاهل في كل مكان زي ما أنت بتقول طبعاً النادي الاهلي بيتعد المنتهى القوة للمرحلة المقبلة أو العودة لك بطولة الأفريقية وبطولة أكيد هامة جداً بالنسبة للجهاز الفني والعامين وأيضاً بمهور النادي الاهلي فبالتالي التعبادات قوية جداً من كلال المرحلة الحالية في معصر النادي الاهلي في كرواتيا الأمور كلها ماشية بشكل جيد سواء من حيث الإقامة من حيث المناخ من حيث ملعب التدريب الأمور كلها جيدة جداً ومناسبة جداً وملأمة كمان للفريق في هذا المعصر قبل القوة بمار طبعاً بطولة دورة أطلال أفريقيا من جديد ومبراتي سواء طبعاً يوم 17 أو يوم 27 طبعاً من الشهر ده فبالتالي الأمور ماشية بشكل جيد بالنسبة للعامين فالي نقولك أن الفريق طبعاً كان أول تدريباته وبالأمس يرحل طريق طبعاً على فترتين فترة صباحية وفترة مسائية النهاردة أيضاً طريق بيتماراً على فترتين فترة كانت صباحية في تمام الساعة عشر صباحاً وأيضاً فترة مسائية وكلال وأنا بتتلمها في الوقت كده يعني خلاص مع نهاية الأموران الفترة مسائية تتدي بالتحديث في تمام الساعة الخميسة مساء نفس التوقيت ما بين مصر وكرواتيا نفس الموعيد بالضبط ونفس الساعة فما بيش أي مشكلة في هذه الجزئية خليني أقولك أيضاً أو حالة بعض اللي عجيب بالتحديد يمكن حسام عشر مع بداية المران أو مع نهاية مران الصباحي الأمس كانت تعرض لكدمة الجاز الثاني فضل أنه هو ميت مران ليس لتواق المران المسائل الأمس أو أيضاً المران الصباحي المهاردة لكن في هذه اللحظات وأنا بكلمت كان مع بداية المران المسائل حسام عشر بشرك بشكل جيد جداً هو كان عنده زيكة مقوية في الكاحر كده فبالتالي هو بيشارك وبيتألك كمان خلال مران النهاردة إذن حسام عشر أصبح جاهز بمسا جديد جداً خلال السطرة المنظلة دخل التأسيم الجامعية أمير مفيش تأسيم الحد للوقت في المران المسائي لكن هو كل التدريبات اللي بالكرة بيأديها بشكل كويس جداً بيتألك فيها حتى في التزديد على المران فده معناه أنه هو جاهز جداً والإصابة يمسل خلالات باقت مش موجودة بالنسبة له تمام كويس وأصبح أنه هو جاهز إن شاء الله للتدريبات بشكل عام في هذا المعطر أحمد الشيخ بيواصل التدريبات والتأهيلية زي ما أنت عارف أكيد عنده طبعاً جزعة في الربا فديعمل بعض التدريبات التأهيلية مع أقصاء التأهيل لدكتور طارق عبد العزيز نفس الحال بالنسبة للباسم علي واللي يمكن حظه صيء شوية بارح كان شارك بالمران الضواحي بشكل جيد جداً لكن الإصابة عضيته مرة تانية في إغروفة في المران المسائي فبالتالي النهاردة مشاركش في التدريبات خالص بيعمل طبعاً بعض التدريبات التأهيلية مع أقصاء التأهيل دكتور طارق عبد العزيز في نفس المكان يا أمير ولا صلاة جديدة في نفس المكان في نفس المكان في إحدى أربطة الرجل بالنسبة للباسم علي فبالتالي يعني نفس الأمور بالنسبة للمشوات هل حيقدر أنه هو يعود طريباً كده من خلال المعسكر وخلال الأيام القادمة ولا لا هذا حيثان من خلال الغز هذا طبعاً بالنسبة لحالة المصابين خلينا أقول لك أيضاً إنه وليد سلمان لا يشاركش في المران المسائي هو سليم ومسوش أي حاجة لكن هو تجنوباً للإجهاد شوية بالنسبة لوليد سلمان لكن اندرح شارت في المران الصباحي والمسائي والنهارته أيضاً شارت في المران الصباحي بشكل جيد جداً وبيتألت بالنسبة كمان وليد سلمان فالأمور بشكل عام يا محمد جيدة بالنسبة لنادي الأهلي في هذه المرحلة الهمة جداً بالنسبة لفريق استعدادة للمسلمين طيب عندنا مباراود دية مهمة بإذن الله يمل الجمعة مع فريق أولمبيا السلوفيني دي أولى تجارب الودية في المعسكر الأوروبي الترتبات الخاصة بتحرك الفريق من المعسكر إلى مكان إقامة المباراة الودية المسافة إدي بالضبط أمير يعني التحرك بالباس هيكون مسافة ساعة أو ساعتين ملعب المباراة ملعب بتقام عليه مبارايات تدوري مباراة هتبقى بشكل استعدادي جيد التحركات أو الترتبات الخاصة بالمباراة الودية لأننا عارفين أن المباراة هتكون في مكان مختلف تماما على المكان اللي فيه المعسكر فريق النادي الاهلي بالضبط كده زي ما انت بتقول يعني خلينا اقول لك من البداية لبرنامج الخاص بالطريق التعداد لهذه المباراة زي ما قلت لك في المباراة النهاردة كانت تدريبات على فترة بكرة هتبقى تدريبات على فترة واحدة وخصوصا مخلاص بعد بكرة المباراة اللي وضعها بالنسبة للنادي الاهلي يوم المباراة ان شاء الله الطريق هيأدي طلال الضمعة في الصندوق بعدها هيكون في معادة الغداء الساعة واحدة بعد الغداء مباشرسا هيتم التحرك في سولبينيا على الطريق الضريق التحرك او النادي الاهلي هيوصل فيه كلال ساعتين من بكر اقامة التريق هنا في كرواتيا خليني برضا وضح الامور شوية لجمهور النادي الاهلي ان التريق متواجد على الحدود مع سولبينيا احنا داخل دولة كرواتيا لكن على الحدود مع سولبينيا فبالتالي المساسة هتبقى ساعتين بالضبط حتى وصول النادي الاهلي للملعب اللي حيقود عليه هذه المباراة امام سريق اولمبيا السلبين وهي اولى تجارب النادي الاهلي في المعسكر الخارجي هنا في كرواتيا المباراة بالضبط حدثون ما بين ساعة خمسة ونصة او ستة يعني لسه ما تمشي الاستقرار ده حسب ما يوصل ان شاء الله الفريق لكن هي حدود دي خمسة ونصة او ستة بالنسبة لهذه المباراة حيخلص السريق ان شاء الله المباراة ويعود مباشرة على مطر اقامته في كرواتيا ومن اليوم التالي على طول لتقنق الفريق استعداداته في هذا المعسكر استعدادها للمسلمين طيب سؤال اخير يا امير انا شايف الحالة المعنوية يعني جيدة حتى في بعض اللاعبين يعني بعد التمرين بتمسك الكاميرا بتحول تهزر بتخرج برا الاجواء شوية الحالة عاملة زي عندك في المعسكر برضو يعني من خلال تدريبات يومية وسواء في تدريبات على فترتين وفي مباراة ودية هل الجهاز الفن هيسمح بيوم يبقى فيه جولة حرة للفريق ولا المكان اللي انت فيه يعني معسكر كامل بنسبة 100% تركيز كامل بعيد عن اي ضوضاء اي ضجيج الدنيا هادية بالنسبة لكم فبالتالي اه فيه ان الفريق بيخرج شوية يعني يعني بيبقاش التركيز او التركيز في التدريبات لكن في نفس الوقت الفريق بيحاول ما يبقاش فيه سترس عشان المعسكر ما يبقاش قافل او على اللاعبين لكن عايز اعرف الجزئية دي منك هل الفريق في مكان بعيد فعلا عن اي دوشة واللعيبة هل العيبة فيها ليها جولة حرة ولا التركيز فقط في التدريبات والمباراة الودية يوم الجمعة وصم مباراة اخرى بإذن الله يوم الاثنين طيب نبدأ دائما خلينا اقولك ان فعلا ان الفريق بعيد جدا عن اي دوشة بجليل ان الفريق طور وصوله لمطار الزهر بحتى الوصول لمطار الاقامة المسافة استغرافة حوالي ساعتين فبالتالي الفريق بعيد جدا عن اي دوشة او اي طوابط بشري في الكرواتي او في المنطقة فبالتحديد شئ جيد واجابي ودفن احد المتطلبات الاساسية بالنسبة للجهاز الفني يكون معافكر جدي بشكل كبير التركيز يكون كبير فبالتالي تم تجنب هذه الامور بالمناسبة خليني اقولك ان المكان المعافكر يا محمد ده نفس المكان المنتخب الكرواتي لكاس العالم فبالتالي كل مطاومات موجودة بالنسبة للنادي الاهلي ويعمل حال التفاؤل لا بالضبط ده حال التفاؤل كمعين المنتخب الكرواتي بيعمل يعني صراحة طولة جديدة جدا وماشي بشكل جيد ومتواجد في الدور الثمانية وطولةه كمان كبيرة ما هو يتعاق للدور الغطاء لكن بالمناسبة يعني السريق الاجواق بالنسبة له جيدة جدا بالنسبة للدولة الحرة ده لسه دازل ما قررش هادية جزئية ما فيش قرار رسمي ان نكون في يوم من ايام فيه جولة حرة بالنسبة للسريق لكن السريق عشان يخرج من نبقين المعافكر حيبقى المسافة بعيدة فاعتقد الأمور بالنسبة يعني سبيرة شوية حيبقى صعبة لكن الاجواء عمتا اجواء فيها يعني بعض الاواد يبقى فيها ما راح فيها هزار شوية من اللاعبين سيستوزان دعات اجواء المعافكر دايما ببلاغ اللاعبين يفقى عن نفسهم شوية لانهما عندهمش حاجة غير التدريب والتركيز في التدريب والجلسات كمان مع مستر داتشيس كارتيرون والتبتل محمد يوسف عشان البيكلي يكون متقارب شوية مع الراجل الراجل مركز جدا موصول جدا انهم كانت لعب النادي الاهلي بيديهم بعض التعليمات على المستمرة خلال التدريبات وهو من النوع الشخصيات المتفائلة جدا بشكل عام تمام متفائل تمام المحلة الموصلة مع النادي الاهلي ان شاء الله في كل دورة أبطال أفريقيا أول تحدي بالنسبة لفريق المسلم جديد وهو مش مجرد تحدي لا هو مجرد تحدي مهم كمان عشان النادي الاهلي يقدر يتطارق موصفه في هذه البطولة بعد البداية زي الموصلة بالنسبة لفريق أنا بشكرك جدا يا أمير شكرا جزيلا لك وكل التوفيق يا ربي خلال الآيام القادمة بتبعت لنا رسائل مهمة جدا ولقاءات حصرية لجمهور النادي الاهلي من معسكر فريق النادي الاهلي أنا بشكرك جدا شكرا جزيلا وبالتوفيق يا ربي